ونحن نتكلم على القوة النعمة التي تمتعت بها مصر على مدى سنوات طويلة فكان دولة التلاوة المصرية إنجاز التعبير وقراء القرآن الكريم المصريين اللي مازالت أسمائهم في عنان السماء وتسمع قراءتهم حتى الآن رغم حتى رحيل بعضهم من سنوات طويلة ولكن حتى اليوم تسمع قراءتهم في أرجاء العالم وليس فقط في أرجاء العالم الإسلامي أو المنطقة العربية فقط عشان كده فيه دايما تكريم من مصر دايما لقراء القرآن الكريم ودولة التلاوة المصرية يعني مثلا شفنا يوم الأربع اللي فات في الاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف شفنا الرئيس عبدالفتاح السيسي وبيكرم المشايخ والعلماء والوعظات كذلك سواء من مصر أو من خارج مصر شفنا تقدير الرئيس لما نزل لفضيلة القارئ الشيخ عبدالفتاح التروتي لما نزل لشيخ التروتي مسلم عليه وأهداه التكريم حقيقة كانت في لفتة طيبة جدا وفي لفتة إنسانية متعودين على الرئيس من هذه المواقف تقديرا للعلم وتقديرا لأهل العلم الحقيقة بعد هذه اللفتة الكريمة الناس كلها بدأت تتساءل مالوا فلد الشيخ التروتي إيه اللي حصل ناس يعني أول مرة تشوفوا على كرسي أو جالس فالحقيقة أحب يعني ناس كتير إنهم يتطمنوا على فضيلة الشيخ التروتي يعرفوا أخبار إيه عشان كده هو معنا النهاردة عشان يطمن حضراتكم فالشيخ عبدالفتاح التروتي أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ عمر شرف كبير لنا أن أكون معكم في هذا اللقاء الطيب المبارك أشكركم على هذه الاستضافة الطيبة الله يسلم خضرتك أرجوك الأول طمين على صحتك لأن الناس اللي اتلمى شفتك على الكرسي أثناء الاستلام يعني التكريم من الرئيس من الأربع لفتن أولا كل الشكر والإجلال والاحترام والتقدير إلى أحبابي والمتابعين لنا في تلاوة الكرآن الكريم والمحبين لنا على كتاب الله تبارك وتعالى في أنهم يعني حين رأوا هذه الصورة يعني اتخضوا علينا شوية ولكن يعني هو سقوط على فخز الأيصر فتسبب عن كسر وتركيب بعض الشرائح والمسامير كده يعني أنا حبيت من خلال قناتكم العظيمة الكريمة التي نحبها ونجلها ونقدرها ومن خلال شاشتكم الغالية على كلبنا نطمئن يعني أحبابي بأنني يعني في راحة لمدة 15 يوم يعني بعد ذلك أخضع للعلاج الطبيعي وإن شاء الله أعود إلى تلاوة الكرآن لكن في هذا المشهد العظيم الذي تحدثت عنه يا أستاذ عمر في لفتة إنسانية عظيمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أيده الله ووفقه ونفع به مصر والمصريين والإسلام والمسلمين أنا كنت هامل هم هذا اللقاء كثير أوي إزاي يعني هقابل سيادة الرئيس وأنا مش قادر أطلع منصة التكريم ولكن بلغني مدير مكتبه وسيادة اللوة محسن به عبد النبي بأن سيادة الرئيس لما علم أنه أنت في ظروف صحية سيادة الرئيس قال أنا هنزل للشيخ عبد الفتاح لأنني بحبه وطبعا هذا الحب هو ناتج عن الحب في القرآن وأن هذا الرجل الذي يحب القرآن ويجل القرآن ويجل العلماء ويحمل بين ظلوعه قلبا رحيما شفوقا إن دل ذلك على شيء فيدل على أننا محظوظين بهذا القلب الطيب الذي يحمل هموم المصريين في كل زمان ومكان حضرتك حدثت كده مع الرئيس والحديث طالما بينكم أثناء التكريم حصل حصل ساعتك طبعا يعني أنا بقول له نزول ساعتك في خامة الرئيس من على منص التكريم لتكريمي من على الكرسي المتحرك هو تاج على رأسي ووسام على صدري فأشكر معليك فقال لي لا يا شيخ عبد الفتاح كلنا بنحبك كلمة كلنا بنحبك هي مش من باب المجاملة ولكن لا بد أن يكون هناك دور في خدمة الكرآن ودور وطني وتبني القضايا الوطنية وأن يكون لنا مواقف في الظروف التي تمر بها مصر في كل المراحل أن نكون دائما مخلصين وعندنا انتماء وطني غرصوا فينا الكرآن لأن حب الأوطان من الإيمان كما تعلم يا أستاذ عمر الحقيقة أنا قلت له عشان طال الحديث قلت له في رسالة قرآنية أنا أعزبا لغا لساعتك القولت له أكل لك ما قاله الكرآن فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل والآية دي خطرت على ذلك يا أستاذ عمر طوال الليل قبل التكريم يعني أنا ليست ارتجالية وليست وليدة اللحظة إنما طول الليل هذه الآية في جزرين كانت في بال قبل ما تيجي الصبح للإحتفالية في بال خالص طول الليل وأنا ما نمتش خالص تماما يعني مع أنني واخد أدوية مسكينة ومخدرة عشان الألم وخصوصا أن أنا يعني الجرح ده كان قبل التكريم بثلاثة أيام فكنت تعبان جدا وكان يجب أنني لما أخد المخدر ده أنام لكن والله عيني ما نامت طوال الليل وطوال الليل هذه الآية تخطر على قلبي مش معنى هذه الآية لا أدري ولكن أنا استنبطت منها معنى هي رسالة وحبت وصولها رسالة هي إيه أن رسل الله تبارك وتعالى كلهم مشرفون ومكرمون بتبليغ رسالة السماء ولكن أعظمهم وأفضلهم منزلة ومكانة هم أولو العزم من الرسل الخمسة سيدنا إبراهيم وسيدنا نوح وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه رسالة الأنبياء الآخرين كان فيها هدوء وسكينة وطمأنينة ولم يكن فيها عداء ولم يكن فيها حروب ولم يكن فيها ما ناله هؤلاء طبعا تحملوا وكأن هذه الرسالة أريد أن أقول من خلالها سيدة الرئيس بقول له ربنا يصبرك علينا لأن حملنا تئي الأوي فقال لي إيدي ربنا أنني أكون من أهل العزم وأنني أكون فعلا أتحمل ما هو باقي في رسالتي تجاه مصر يعني هذا اللقاء يا بصوص عام حديث جميل جدا بصراح بالشيخ طروتي حديث جميل قوي كما بينك وغير رئيس أنا لم أكن يعني لم أكن مجرد أنني راح أستلم وسام الجمهورية للعلوم والفنون والطبقة الأولى وفقط ولكن أنا أريد أن أعطي رسالة لسيدة الرئيس أن المعترفين بدورك تجاه هذا الوطن يعرفوا أنك تعاني كثيرا وتحتاج إلى من يعطي هذه الرسالة أنك لن تتنازل ولن تتخازل ولن تتراجع عن استكمال رسالتك لأننا بفضل الله تعالى إذا كنا وصلنا إلى 80% من الإنجازات باقي لنا حاجة صغيرة فلنصبر حتى يكتمل البنيان ونجني صمرة ما عانيناه في السنوات الماضية هذه هي رسالة العالم ورسالة قارئ القرآن أنه يكون عالم بقضايا وطنه ويعيش هذه المشاعر الطيبة لسنا مجرد كراء أصواتنا كويسة وحلوة ومشاهير ولكن لا بد أن يكون لنا رسالة نؤديها في الوقت المناسب طبعا وهو ده المنتظر من أئمتنا ومن علماء نزح حضرتك في الشيخ الطروتي أعتقد إن شاء الله الأمور بإذن الله تبقى أحسن بعد أسبوعين وإن شاء الله حركة تنزل بقى ونرجع تاني نستمع لتلاوت حضرتك في الزرقان كريم قريب تسلم لي أنا طبعا كان يجب أن يكون هذه الليلة كنت أقرأ فيها قرآن الفجر ولكن أنا اعتذرت طبعا لأنني لا أستطيع أن أتحرك فأجلت الفجر لحين يتم الشفاء سبحت لي يا أستاذ عامر أهل القرآن أهل القرآن والعلماء قوة ناعمة لا يستهانوا بها وخصوصا حين يعني يستغلوا في الأوقات المناسبة أنت رأيت أن العلماء الذين لا يعرفون قضايا وطنهم ولا يستشعرون بمهام المسئولية الملقاة على عاتقهم هم الذين حولوا عقول كثيرة جدا إلى التخريب وإلى الإرهاب وإلى التدمير تحت مسمى الدين ولكن إذا كان هناك عقول وعية ودعاة وسطيين يعرفون كيمة السلام والأمان في الإسلام وقتها سيقتدي بهم الناس وستعمر بهم أوطانهم يعني إحنا مش عارف بقى هل إحنا المقصرين والحضرتك اللي يعني بتبخل علينا لأن حضرتك مش بس كأحد رموز قراءة القرآن الكريم في العصر الحالي في مرصر ولكن حضرتك كمان كخطيب ودعاية مفوه فليه ما بنسمعش لحضرتك خطبة نستمع لحضرتك إلى ندوة إلى جلسة ليه بتبخل علينا بدا ما شاء الله على العلم مش فقط قراءة القرآن الكريم بس يعني تسلم لي يا سيد عمر أنا أولا طبعا أنا يعني عملت معاش مبكر يعني من حوالي خمس سنين من الظغط الأوقات للكراءة وأنا كنت إمام وخطيب كبير بدرجة مدير عام نعم وسويت معاشي سنة 2018 لأنني لا أقبل أن أتقاضى راتبا أو أي شيء وأنا مقصر في عملي خصوصا أنا لي المجمع الإسلامي الخاص بي أنا اللي بنيته وأنا اللي بأنفق عليه ومع ذلك يعني لم أسمح لنفسي أن أكون مقصر في عملي في الدروس وفي أداء رسالتي الدعوية فتقدمت إلى الأستاذ دكتور محمد مختار جمعة بتسوية معاشي المبكر حتى أتفرغ للتحكيم الدولي في المسابقات الدولية وحتى أؤدي دوري كرجل يبحث عن المواهب القرآنية واستكشفها وتقديمها للإزاع والتلفزيون والمسابقات الدولية من خلال معهد الطروتي لإعداد القراء والمتهلين الحمد لله أنا خرجت أكثر من عشرين دورة لأن لي هدف إن شاء الله في خلال عشر سنوات لابد أن يكون الشيخ الطروتي قدم خدمة للقرآن بأنه استكشف ما لا يكل عن ألف قارئ ممتزين تمتلئ بهم ساحة القرآن حتى لا يكون المقولة التي يتشدق بها بعض الناس أن دولة التلاوة انسحبت من تحت أقدام القراء المصرية نحن الدولة بجهد حضرتك والجهد العظيم لحضرتك قيم بيه ده وللدولة قيمة بيه والمسابقات ودعم حفظت وحملت كتاب الله والذي بنشوف طبعا تكريم الدولة ليهم ده طبعا يعني حافظ دائما دولة التلاوة المصرية اسمح لي أن أنا أشكر حضرتك وآسف جدا لأن أنا عارف طبعا الزار في حراك يمكن يعني القعدة على الكرسي فترة طبعا ممكن تتعرف حضرتك فأنا حقيقي متشكر جدا وكلازم نطمن على حضرتك يعني أنا اللي بأقدم لكم كل الشكر والتقدير على هذه اللمسة الطيبة المباركة وأشكرك على هذه الاستضافة وأشكر سيادة الرئيس على جبر خاطري وتكريمي في حالات الصحية التي كنت عليها وأشكر من سأل عني لكم مني كل الشكر والإجلال والتقدير شكرا جزيلا لحضرتك ماتعكم الله بالصحة العميب في الشيخ القارئ الشيخ عبد الفتاح التاروتي شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا وأستاذ حضرتكم في فاصل قصير شكرا جزيلا لكم